السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهدوا القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك ونفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن الفعل والأخطاء التي يرتكبها مستخدمة اللغة الإنجليزية أثناء الحديث أو الكتابة في اللغة الإنجليزية خصوصا استخدام الفعل في الإنجليزية تابع معي أن هذا الفيديو نشير إلى الأخطاء التي يرتكبها مستخدمة اللغة الإنجليزية عند استخدام الفعل كمان اعلم الجملة الانجليزية تبدأ ب subject بالفاعل verb الفعل compliment تتمت الجملة اذا دائما ابدأ بالفاعل الجزء الثاني من الجملة بيكون الفعل مثلا اقرأ قصة كل يوم اقرأ انا يبدأ جملة ب i بشرة من بدأ جملة ب i يتبعها ب am بشكل لا ارادي i am read a story every day وهذا خطأ تسأل هذا الشخص ماذا يعني i يقول انا او ماذا يقابلها باللغة العربية وتسأل عن am يقول انا وهذا خطأ يعني هل استطيع ان اقول انا انا يعني i انا وام انا اذا خطأ am بمعنى يكون لا استطيع ان اقول انا اكون اقرأ قصة كل يوم اذا لا استخدم am هذا خطأ لماذا لانه خلاص عدنا فعل read يقرأ اذا تصبح i read انا اقرأ قصة كل يوم يريد ان يقول نقرأ قصة يبدأ بwe يكتب read we read نحن نقرأ مباشرة يضيف للفعل s تسأل لماذا وضعت s يقول s الجمع لماذا s الجمع لان نعدنا الفعل we بحالة الجمع يعني i لم يضع s لكن مع we يضع s لماذا بحالة الجمع وايضا هذا خطأ الفعل نضيف له s متى اذا كان في بداية الجملة هي شيء او اسم مفرد نضيف للفعل وهذه ليست s الجمع s المفرد الغائب او اس الشخص الثالث نضيفه بالزمن present simple اذا مضارع البسيط مثلا he reads a story اذا هو يقرأ قصة او احمد reads a story اذا وضعنا s او عدنا الشي reads a story اذا تقرأ قصة الاس هذه نسميه s المفرد الغائب وليست s الجمع اذا we read بدون الاس هذه نقرأه اذا يقول نقرأه بالجمع يجب نضيف للفعل s ننتبه لا نضيف s we read هي نفسها we نحن نقرأ لكن لا نضيف s الفعل يبقى ثابت we read a story everyday لو نريد ان نضيف s الجمع اذا كان قصص بدل عن story تصبح stories اذا قصص الواي قلبناها الى i وضفنا es مثلا انا جاء يكتب اي انا جاء هانغري اذا جاء هذا خطأ لماذا يا استاذ لنعدنا اي انا جاء هانغري لكن اي الفعل في الجملة لا يوجد فعل دائما اذا لم يكن هناك فعل واضح في الجملة يكون الفعل يما am او يكون عندنا is او are طبعا i am he she it نستخدم معاها is وعدنا we you they نستخدم are والجميع معناتها يكون يعني am يكون is يكون ولدينا are ايضا يكون اذا يجب ان اضع am هذا الجملة الصحيحة اذا يجب ان تحوي كل جملة انجليزية على فعل ننتبه اذا لم يكن هك فعل واضح في مثل eat drink كما قلنا نستخدم فعل كون تصبح i am هانغري يعني انا اكون جاء مثلا نقول احمد جاء يكتب كلمة احمد هانغري ايضا جاء هذا الجملة خطأ لماذا لا يوجد فعل ليس هناك فعل واضح في الجملة احمد اسم جاء صفة عند اذا نستخدم فعل كون احمد مفرد نستخدم از اذا تصبح احمد از هانغري احمد يكون جاء دائما از مع المفرد وار مع الجمع يريد ان يقول احب الانجليزية يكتب اي ام لايك انجليز وهذا خطأ لماذا لن نباشرة كما قلنا بس يسمع اي يتبع بام اذا ام لا اضعها الا اذا كان لا يوجد فعل في الجملة موجود فعل يحب خلاص اضع لايك لا اضع اي ام لايك انجليز كما قلنا تسألوا اي يقول انا ام ايضا يقول انا هل اصعنا اقول انا انا يحب الانجليزية اذا احذف ام لا استخدم اي لايك انجليز احب الانجليزية متى استخدم ام كما قلنا مثلا اي ام هابي انا سعيد لاحظ انا ضمير هابي صفة استخدمنا فعل كون ام بهذه الحالة لماذا يجب ان يكون فعل في الجملة اذا انا اكون سعيد او زمن البرزنت كونتينواز اذا المضارع مستمر اي ام ريدنج السوري انا اقرأ قصة لاحظ بعد ام استخدم الفعل ريد وغفناله اي انجي اي ام ريدنج السوري انا اقرأ قصة الان في هذه اللحظة اذا ننتبه لهذه الاخطاء لدينا الفعل ايت كما نعلم فعل غير نظامي يعني فعل شاذ يعني عند تحويل من المضارع الى الماضي لا نضيف اي دي يعني ايت تصبح ايتد هذا خطأ ايت يأكل ايت اكل ايتن مأكل اذا ايت ايت ايتن من الاخطاء التي يقع فيها مستخدمي اللغة الانجليزية ايضا يعلم القاعدة بعد هي شي ايت يضف الفعل اس لكن انتبه في عندنا شي اسمه model verb افعال ناقصة مثل عندنا كان could may might have to has to should well would اذا هذا الافعال ناقصة بعدها يأتي الفعل بصيغة المصدر بدون اي اضافة يعني جميع هذة الفعال ناقصة نستخدم بعدها eat بدون اي اضافة بدون ing بدون ing بدون to بدون s بدون ed اذا يأتي الفعل بصيغة المصدر بدون اي اضافة he should eat اذا هذا خطأ لماذا يظن انه بعد he يجبع وضف للفعل s وهذا خطأ اذا لنستخدم s لماذا بعد should نسميه اي اضافة اذا he should eat he should to eat يقول هو يجب ان يأكل يقول to ان صحيح لكن بعد should يأتي الفعل بصيغة المصدر ما نستخدم اذا to هذا خطأ he should eating ايضا هذا خطأ لماذا بعد should يأتي الفعل بصيغة المصدر اذا لنضع ing he should eat ايضا بعد should يأتي الفعل بصيغة المصدر يعني هذا الفعل بالماضي اذا بعد should لا نستخدم الفعل بالماضي he should eat ايضا 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 بالتصريف الثالث وهذا خطأ اذا يأتي الفعل بصيغة المصدر دائما هذه الافعال القوية او نسميها مد الفير بفعال ناقصة يأتي الفعل بعد بصيغة المصدر مثلا he can eat he could eat he may eat he might eat جميعها نفس الطريقة he has to eat he should eat he will eat he would eat اذا جميعها نحفظها يأتي الفعل بعد بصيغة المصدر بدون اي اضافة ايضا ننتبه بالنسبة الفعل هذه الملاحظة تساعدنا بعد he she at الفعل يكون بعد اس يعني يجب ننتبه لصيغة الزمن لكن نضع بالمخيلة هذه القاعدة هي she it الفعل مضاف له اس ليست اس المفرد الغائب مثلا عندنا was ما في اس المفرد الغائب and does doesn ما في اس المفرد الغائب هذه لصة الطريقة لكن هذه اس المفرد الغائب ممكن شخص يقول يا استاذ كيف انه هذه اس المفرد الغائب لا ليست اس المفرد الغائب مع هذا من أصل الفعل إذا الاس هذا من أصل الفعل لكن فقط للاستئناس بتساعدني مثل جانب الانتحان أو أريد أتكلم أو أكتب she likes like بشرة أختار الكلمة بها she has have إذا نختار يعني عدي خيارين فقط وكذا كان ثلاثة أو أربع خيارات بيكون حالة ثانية لكن إذا خيرني بين فقط خيارين بتكون أسهل إلي عشان أختارها أو أفكر بها she do does إذا نختار does she is are أيضا نختار is she was where إذا نختار was إذن بتسهل علي القاعدة أيضا إذا كان بداية الجملة هي أيضا نفس الطريقة إذا كان it أيضا نفس الطريقة إذا كان بداية الجملة هي شيئت الكلمة اللي بعدها نختارها تكون منتهية بs مثل has هذه ليست إسم مفرد الغاب إسم مفرد الغاب نستطيع أن نحذفها تصبح like لكن has إذا حذفناها هل نستطيع أن نقول ها بالإنجليزي هذا خطأ عندنا do أيضا نممكن نحذفها لكن مع هي شيئت داما نستخدم s أيضا as نحذف ال s لا نستطيع i مثلا was نستطيع أن نقول و لكن هذه جميع الكلمات هذه إذن ال s من أصل الكلمة بهذا الشكل النهائي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن الأخطاء التي يقع فيها مستخدم اللغة الإنجليزية بالنسبة للفاعل تحدثنا عن بعض الملاحظات التي يجب الانتباه إليها بهذا الشكل نهائنا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته